سأخذ آخر ما قاله ضيفنا سيد نجم القصاب فكرة أن سيد مقتدى الصدر أراد هو أن يحاسب بنفسه بعدما اتهم هو بنفسه أيضا السيد مقتدى الصدر منذ العام 2003 وهو علامة استفهام كبرى في العراق هو عادة يعشق مناطق الظل حتى في تجمعه وأنصاره لديه حي حي الصدر مثلا لم يأتي رئيس وزراء إلى العراق إلا بالتنسيق مسبقا مع سيد مقتدى الصدر لما لهم من ثقل في الشارع السياسي في بغداد هذه المرة ليس الشارع السياسي في الشارع العراقي عموما أو الشارع الشيعي تعديدا ولحتى السنية الأحزاب السنية تنصف والوزراء والمسؤولون كلهم يسعون إلى رضائه خشة غضبه وغضب أنصاره نعم بكل تر فاعل في الشارع طبعا موافق على ما قلته السؤال هو لماذا يظل مقتدى الصدر وكأنه يحكم من وراء حجاب نعم شكرا كل عام أنتم بخير وتحيتي لأستاذ نجم القصاب وأنا أشهد على أيدي كل ما ذكره وأنا متفق معه مئة في المئة إذن أنا مختلف معكم وأنا أضيف الحقيقة أنه التيار الصدري سيد العزيز هو تيار وليس تنظيم يعني إنما هو أشبه بالهلامي شارع يعني في الشارع غير محصور العدد ليس هناك هيكل تنظيمي لهذا الحزب ولكن له مكتب سياسي أو قيادة وكان هناك ومستشارين وكان هناك ما يمكن أن نسميه ب يعني لا أريد أن أطلق مجموعات مسلحة كان له مجموعة مسلحة لا هذه موضوع آخر أنا أتكلم على شكل التنظيم فبالتالي هو الحقيقة ورث هذه التاركة من عمه الصدر الكبير رحمة الله عليه ومن والده صحيح والإثنين أختيلوا وصفوه بأسباب عديدة طيب هو ورث ذلك ولم يكن هو مهيئا في 2003 طيب ولكن الظروف وضعته في هذا الموقع وأنصاره عديدون وهو الحقيقة منذ اللحظة الأولى كان ضد الاحتلال الأمريك صحيح وكان له مواقف مشرفة صحيح لما عمله أو شكله ما سمي ب جيش المهدي في 2004 مع الفصائل 2004 أما ننتخل 2005 لا وكل الفصائل طيب كانت لها بما فيها السنية أيضا صحيح كانت لها مليشيات وكان يشجع على ذلك طيب ثم لضرب المقاومة الوطنية العراقية الحقيقية التي كانت تستهدف الاحتلال طيب في 2003 وفي التالي هو شكل جيش المهدي حتى يحصن نفسه بل كان له موقف في مظاهرات النجف بعد الاحتلال كان يطالب بأن تكون المرجعية الشيعية عربية وليس أعجمية لا أفغانية ولا إيرانية ولا غير وعندما قاوم الاحتلال وكان له تأثير استعانوا بما فيهم المالك وغيره بالجيش الأمريكي لضرب صحيح المهدي صحيح والمهدي أيد ثوار الفلوجة كما ثوار الفلوجة والأنبار كان ضد الاحتلال على طول الخط أيدوا ضد المالك والاحتلال عندما استهدفوه في النجا إنما سؤال يا دكتور لماذا نشعر أنه يحكم من وراء حجاب لا هو بالتالي أقول هو في السنوات الأخيرة نضج فكره السياسي بالممارسة فترة ليست قصيرة 16 سنة ولكنه مواقفه عندما جيش المهدي حصل عليه لغة كبيرة وقيل أنه يمارس ممارسات خاطئة صحيح أوقف أوقف عمله العسكري لمدة ستة أشهر إيران لم توافق على ذلك شوف هنا المسألة نعم وبالتالي جمد هذا الجيش وقال من يخرج عن هذا القرار هو ليس مننا فخارجت عصائب أهل الباطل اللي سمها الحق وزعيمها وانشق عن جيش المهدي إذن كان مخترق أيضا من المخابرات الإيرانية وبالتالي الآن صراي السلام تحفظ الأمن في سام الراء أو سر من رأى حتى لا تكون هناك فتنة طائفية ويستهدف المرقد من المخابرات الإيرانية مرة أخرى طيب كما 2006 وبالتالي أقول إنه هو مستهدف وكما ذكر الأستاذ نجم عندما يحيلهم إلى القضاء وأحالهم إلى القضاء وطلب من القضاء والإدعاء العام والحكومة التنفيذية ورئيس المدينة والوزراء السابق واللاحق بأنه كل من عليه سوعة فساد سواء سيارصدري أو غيره أن يحال إلى القضاء والعدل لم يحصل ذلك وبالتالي هو الآن عندما يتصرف مع أنصاره أو المدعين أتباعه أو المحسوبين عليه هنا لا يحاكمهم هو لا هو يحقق عندما تثبت الإدعانة عزيزي لما تثبت الإدعانة بأنه يجمده من عمله هذا الشخص في التيار الصدري وبالتالي يحيل أوراقه إلى الحكومة والقضاء العراقي يعني هذا حقيقة لا علاوي ولا المالكي ولا غيره عبد المهدي متهم قائد الحرس الخاص به في سرقة بنك في البتاويين في باب الشرقي في بغدال لما كان ناعم رئيس الجمهورية وطمطم على الموضوع فإذن كلهم ملطوطين بالفساد لا تسنثني منهم أحداً طمطم دي لكنا عراقية بحت طمطم يعني تم يعني طمطم يعني طمطم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر